انت تبيع وتشتري شامكو في السنة مثلا في السنة دي صعبة في الشهر ممكن في الشهر مثلا أبيع مثلا حسب لو أنا في فرخة عندي اللي هو جراويس غيرها ممكن مثلا أبيع عشرين ثلاثين كلام في الشهر اه ده لو ربنا قرمني بكذا وممكن ربنا يكرمني وكلهم يموتوا فهمت؟ دي حاجة بتاعت ربنا لكن كاتجارة حسب السعب لو أنا جايب كلاب دي للبيع ولا كلاب دي لا للبيع بروا كلاب دي للبيع اه ممكن مثلا بكرة يبقى في كلاب تانية غيرها اه لو الكلب جالي فيه مكسب ببيعه هم وبجيبه هيرا حسب التمن اللي بجيبه بين سعر الكلب المتواصل بتاعه دي ما يقدرش نحدد سعر لا يعني انت مثلا يقولك انه الجرمن من كذا لكذا بيبدأ مثلا من 2000 وانت طالع الجرمن يبدأ اللي هو الولف اه يبدأ من 2000 وانت طالع وفي مستويات شعبي بتبدأ من 1000 جنيه مستويات شعبي؟ اه المستويات الشعبي بقى الالوان والمواصفات اه الشكل الكلب كلام ده كل اه المواصفات الكلب المواصفات هي اللي بتحكم على سعر انت بيشتري منك كلاب من ناس من كل المناطق من حتى شعبي مش شعبي بره مصر انت بيجي الناس تشتريوا منك كلاب من بره مصر فيه ناس بتجي من الاردن تشتري من هنا وفيه ناس بشحن لها كلاب اه ياه اه وتبعا شحن الكلب اغلى من ممكن يبقى من الكلب طب والكلاب الشعبي الكلاب الشعبي بيبقى ليها ناسة بتبيع كثير منها؟ اه بس بيحبوا الكلب الشرس يعني دول عايزين كلب الشرس بس ده برضو هيلبس هيتحمل مسؤوليته طبعا طبعا لان فيه ناس بيستخدموا المشاكل والبلوطاجة والكلام ده كله وطبعا صاحب الكلب اولا انا اخر سؤال اسأله لك دي بتاع تسان برنرد دي بتاع تسان برنرد وعشان تقدر تستحمله صح؟ حاجات التخينة دي لو انت بتنسى حد هيجيب كلب انت بتقول اول حاجة جيمها الولف؟ اول حاجة لو هالسه هيربي جيرمان لكن لو هو عارفه ازاي يتعامل مع الكلب يربي اي نوعه